السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم القناة السوبروان التعليمية اليوم لدينا مراجعة في مادة اللغة العربية تحذيرا لسنة الخامسة ابتدائي اخترنا لكم أربعة تمارين سأترك لكم هذا النموذج جهاز اتباعه في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل بيدياف إذن نبدأ بالتمنين الأول قال ضع سطرا تحت الفعل وسطرين تحت الإسم إذن يجب على تلميذ السنة الخامسة ابتدائي التمييز ما بين الفعل والاسم شيء مهم لأنه مدخل وبداية لكل دروس إذن يجب أن يفرق تلميذ ما بين الاسم والفعل والحرف إذن قال عمي تاجر يشجع الصناعة الوطنية فلا يبيع في متجره إلا الأشياء التقليدية المصنوعة في بلادنا زرته يوما فانبهرت بهذا التنوع الموجود في بلادنا إذن عمي هل هو اسم أم فعل عمي إذن هو اسم لأنه يدل على اسم شخص إذن عمي هو اسم إذن نضع سطرين تحت الإسم تاجر هي اسم لأنها منونة تاجر ولا نستطيع تحويلها بين الماضي والمضارع إذن نضع سطر واحد تحت أو سطرين تحت تاجر لأنها اسم يشجع هو فعل يشجع في الماضي أم المضارع في الماضي نقول شجع في المضارع يشجع إذن يشجع هي فعل نضع سطر واحد تحت الفعل الصناعة إذن صناعة فيها ألف لهم التعريف إذن هي اسم إذن نضع سطرين تحت الإسم الوطنية أيضا موجود فيها ألف لهم التعريف إذن هي اسم نضع سطرين تحت الإسم فلا يبيع يبيع هو فعل في الماضي نقول باع في المضارع نقول يبيع في الأمر نقول بيع إذن نضع سطر واحد تحت يبيع في حرف متجره متجري هل نضيف لها الألف ولا المتجري إذن هي اسم نضع سطرين تحت المتجر إلا الأشياء فيها ألف لهم تعريف إذن هي اسم التقليدية أيضا هي اسم نضع عليها سطرين المصنوعة أيضا فيها ألف لهم تعريف أيضا تاء مربوطة إذن الإسم نجد فيه ألف لهم تعريف أو نجد تاء مربوطة وأيضا لا يقبل التصريف ما بين وأيضا لا يقبل التحويل ما بين الماضي والمضارع في حرف بلادنا بلادي أو نقول البلادي إذن هي أيضا اسم زرته إذن في الماضي أقول زرته في المضارع نقول أزوره أزور أو زرت هو فعل يوما فيها تنوين إذن هي اسم نضع سطرين تحت الاسم فانبهرت أيضا انبهرت فعل بهذا التنوع التنوع اسم إذن نضع سطرين تحت الاسم الموجود أيضا اسم في حرف بلادنا أيضا اسم الآن مع التمنين الثاني قال أعرب الجمل الآتية أحضر الأب خبزا ساخنا الجو مشمس إذن نعود إلى الجملة الأولى أحضر الأب خبزا ساخنا إذن نقول أحضر هل هو فعل أم اسم إذن هو فعل إذن أي جملة تبدأ بفعل هي جملة فعلية أحضر هو فعل نكتب فعل هذا هو ماضي أم مضارع أم أمر أحضر في الماضي إذن هو فعل ماضي مبني على الفتح أو نقول على الفتحة الظاهرة على آخره الأب من الذي أحضر الأب إذن الأب هو من قام بالفعل ومن قام بالفعل يسمى فاعل والفاعل دائما يكون مرفوعا إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره خبزا إذن أحضر الأب ماذا أحضر الأب أحضر الأب خبزا إذن خبزا مفعول به إذن قلنا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل وقد تتعدى إلى مفعول به مفعول به يكون دائما منصوبا إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أحضر الأب خبزا ساخنا إذن نلاحظ ساخنا جاءت مشابهة للكلمة التي قبلها إذن جاءت خبزا نكرة أيضا ساخنا نكرة خبزا جاءت منونة بالفتح أيضا ساخنا منونة بالفتح جاءت مفرد مفرد مذكر أيضا مذكر إذن هي صفة لأن الصفة تتبع الموصوف في كل شيء إذن نقول صفة منصوبة والصفة تتبع الموصوف إذن الصفة تكون منصوبة وتكون مجرورة وتكون مرفوعة إذن صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها إذن نذهب إلى الجملة الثانية الجو مشمس الجو مشمس إذن الجو هو اسم إذن الجملة التي تبدأ باسم نقول جملة اسمية إذن قلنا عندما تبدأ الجملة باسم نقول هو مبتدأ مبتدأ كيف يأتي المبتدأ المبتدأ يأتي مرفوعا إذن نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخرها مشمس الجو مشمس إذن قلنا مبتدأ يأتي الخبر إذن هنا مشمس تخبرنا عن الجو إذن هو خبر مرفوع وعلامة وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره الآن مع الثمين الثالث قال حول الكلمات المسطرة إلى المثنة لدينا صلينا في المسجد العتيق أبحرة الغواصة من الميناء توصل العالم إلى اختراع عظيم إذن قال نحول الكلمات المسطرة إلى المثنة إذن تصبح المسجدين العتيق أيضا تصبح العتيقين أبحرت الغواصة من الميناء الغواصة جاءت مرفوعة إذن نقول أبحرت الغواصتان أبحرت الغواصتان إذن عندما تكون مرفوعة نضيف لها ألف ونون الغواصتان من الميناء جاءت بالكسرة إذن نقول الميناء أين أبحرت الغواصة من الميناء أين توصل العالم إذن نقول العالمان إلى اختراع نقول اختراعين عظيم نقول عظيمين ثم مع التبنيه الرابع قال أعد كتابة هذه الجملة في المفرد البخيلان حريصان على جمع المال فهما يجمعان الثروات ليتمتع بها غيرهما إذن البخيلان عندما نحولها إلى المفرد تصبح البخيل البخيل حريصان تصبح تصبح حريص البخيل حريص على جمع المال على جمع المال فهما إذن نقول فهو يجمعان فهو نقول فهو يجمع الثروات نترك الثروات كما هي أو نقول الثروة فهو يجمع الثروة أو نتركها الثروات ليتمتع بها غيرهما لا نقول يتمتع بها غيره ليتمتع بها غيره إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعلانينا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته